بلهجة المتفائل بل والمتحمس يتحدث مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا عن بدء محادثات سلام رسمياً بين طرفي النزاع في هذا البلد حماسة لا تبدو متمهية البتة مع تصريحات لوفد المعارضة في جونيف يقول فيها إنه يجب أن لا يفسر أي تواصل مع ديمستورا على أنه بدء للعملية التفاوضية فضرب المدنيين وتجويعهم واعتقالهم حسب المعارضة قضايا إنهاؤها يسبق أي مباحثات يمضي الوفد في توضيح موقفه غير القابل للمساومة من تدابير حسن النوايا على الأرض كما يقول فيؤكد أنه ليبقى في جونيف أبعد من الأسبوع الحالي في حال لم تتحقق مطالبه المنصوص عليها بالأساس في قرار مجلس الأمن 2254 يحدد وفد المعارضة شروط المشاركة في المفاوضات ينتظر ردا رد يحدده لقاء مؤجل بين ديمستورا ووفد ديماشق في جونيف الذي اشترط أن تجرى المفاوضات من دون شروط مسبقة كما أرادها سورية صرفة من دون أي تدخل خارجي شرط بدى غريبا لمتابعين لأزمة سوريا الدولة المستباحة أرضها وسماؤها من قبل حلفاء لدماشق كما بدت كذلك غريبة تصريحات لدمستورا نفسه قال فيها إنما تشترطه المعارضة يعد قضايا إنسانية غير قابلة للتفاوض أصلا فيفرد السؤال هنا نفسه لماذا لم يفلح المجتمع الدولي في وضع حل إذن لهذه القضايا طالما أنها كذلك غير قابلة للتفاوض يتساءل كثيرون يكتنف الغموض مصير هذه الحلقة الجديدة من حلقات محادثة السلام السورية ولا يبدو خفيا التخبط الأممي في المشهد وربما بارقة الأمل الوحيدة لراعي المفاوضات حتى اللحظة تمثلت في اللقاء بين نائب وزير الخارجية الروسي نظيرته الأمريكية في جنيف سعيا لدعم جهود المبعوث الدولي لكن لا شيء يجزم بعد منهيار المفاوضات كما لا يقف إطلاق النار في الداخل السوري شيء فبينما تنتظر المعارضة ردا من دمشق تعيد الحكومة السورية بدعم من الحلفاء جوا وبر ترتيب ديمغرافية مناطق عدة ويعلن الجيش الروسي في مرحلة البحث عن حل سياسكين تعزيز مجموعته الجوية في سوريا بمقاتلة نفاتة حديثة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر